سوف لي بما راح اخذ عندي الدنابل هذي بهذا الشكل اوكي هو راح اقضع من من اهنين الين اهنين هذا الشكل او هذا هو واحد انت خد الوزن دي ناسك في بعضكم يقول يمكن ما يشتغي لايان حامل الصدق 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 هذا الشكل حلو اي لك التمرين الثامن تمارين كثيرة تقدر تلعب هذا الشكل وتروح هذا هو واحد عدة تمارين موجودة بس انت وش التمرين اللي ناسك وتقدر تلعب وتحس ان العضرة قاعدة تمشي وياك بشكل صحيح اوكي انا راح العب هيك جلستين هيك جلستين وبالبار راح العب بعد حلو بعد ما خلصنا من التمارين السفلية حقت الصدق ما شاء الله راح نبلش في التمارين المستوية لعبنا فوق الابنة تحت جمعنا العضلات احين بقى المستوية حلو اشرح تلعب راح لعب البار ممر جدا سهل هذا البار هذا البار عندي طبع طريقة الارض ان ااخذ المعناك واخر احسن اشرح لكم بشكل سريع ولا زل الخفيف ثلاثان خفيف مات شيدا جافرا في هذا الشكل ان اخلي البار في المستوى الصدري بالضبط في النص واطلع ولو كان في شي مرتفع يعني انا مرتفع اكثر راح اكون تركيز اعلى في هذا الشكل حلو راح نبلي شلحين بقى بالدنابل بالدنابل على طول في هذا الشكل انزل اكثر واطلع الى لكم حال اشان يجمع صدري لنستوي والله والله بالدنابل هذه الشكل اندقة سحلين وحليين ومكانك تلعب في البيت هذه تمارين صدر كاملة تعتبر أشارك تصدر من شكرا